ضيفتنا مشاهدين ممثلة مصرية قديرة جمعت بين الموهبة والدراسة حيث درست التجارة ثم حصلت على درجة البكالوريوس من معهد الفنون المصرحية لتصنع بأعمالها اسم نجمة في زمن الفن الجميل عملت بالإذاعة لتتربع على صوتها أجيال عديدة كما تميزت بتجسيد شخصية الأمة حتى لقبت بأم العظماء ضيفتنا بدأت حياتها الفنية بالعمل في إذاعة الإسكندرية ومثلت في العروض الجامعية ونالت كأس التفوق من الرئيس الجمال عبد الناصر كما شاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية كأفواه ورانب متى تبتسم الدموع وأم كالثوم وأميرة في عبدين وغيرها من الأعمال عشقت المسرح لكن ذلك لم يمنعها من العمل في السينما من آن لآخر اللي تشارك في أفلام كعدام قاضي القتلى اللذيذ حليم ميكانو وبنتين من مصر لذلك مشاهدين الكرام رحبوا معنا بالفنانة القديرة سميرة عبد العزيز صباح الخير يا فندم صباح الخير صباح النور نورانا كل سنة وأنت طيبة طبعا أستاذة سميرة وأنت طيبة وكل أم طيبة يا رب مشوار طويل طبعا لو حاولنا أن احنا نتكلم عن أبرزه يعني يا رب نلحق مسرح جمعت الإسكندرية فكرة يا أستاذة سميرة صباح فكرة تفاصيل طبعا ده يعني طبعا فضاليا أنا أنا مثلت من سنوي آه بالزبط آه ولما حبيت أدخل معها لتقول المسرحية أبويا رفض صحيح قال لي لا الفن دهوية علم يعني علم فدخلت الجامعة كلية تجارة بلعب بينج بونج لقيت ناس بتمثل آه قلت لهم الله انتوا معكوش بنات قالوا لي لا ما بيردوش قلت لهم لا أنا ممكن أمثل آه فما صدقوا غيروا الرواية وجابوا رواية فيها الدور ست وكت أم آه يعني وانا عندي يعني أنت صغيرة 17 سنة وانا عندي 17 الأمومة كانت عندك عالية قمت دور الأم آه وده كانت حفلة التعارف فبعدها حضر الحفلة دي كان وقتها الأستاذ حفظ عبدالوهاب بيأسس الزبط الزبط آه فقال لي تعالي تمثلي معنا في الإزاعي عبطلو معرفش ازاي يعني قال لي لا أنا هعلمك وعلمني درس في مخاطبة الميكروفون هو اللي أنا عايشة به لحد المعرفة طب تقول لنا قالك ايه جملة ولا يعني قول لنا قالك ايه لا نتعلم علمني ان المستمع مش هيشوفك مش هيشوفك مبتسمة فلازم من خلال صوتك يحس انك مبتسمة انك سعيدة انك حزينة فتحاولي تتحكمي في الصوت عشان يطلع ضاحك او يطلع حزين وبعدين اخطبه من اي زاوية يعني لما كون هعلي صوتي اخد زاوية معينة اهه اما الميكروفون يعني هكلم همسا يبقى مع الموجهته درس درس في الستوديو على الميكروفون هو اللي أنا عيشت به لغاية دلوقتي واللي كان سبب في اني اعمل البرنامج الشهير اللي أنا اعملته حتى الفين وداعش يمكن انت تقدمي يعني حتى سنة الفين وداعش اكثر من اربعين سنة تقدمي البرنامج قال الفيلسوف ابتدى سنة تلاتة وسبعين تلاتة وسبعين وانتهى الفين وحداشر لان بوفاة الحج سعد الغزاوي يعني حبوا يجيبوا حد تاني انا قلت لا جيبوا كمان بنت تانية فما جابوش لان كانت الصورة بقى وابتدت المسائل تتغير لكن هم عندهم رصيد كافي جدا يزيعوه مدى طويل لان الاف الحلقات طيب يعني ام تقررت دراسة الفنون يعني انت في البداية حسب ما فهمت من كلامك دراسة التجارة بحسب رغبة والدك يعني ام تقررت دراسة الفنون او تدخلي هذا العالم لما وانا في الجمعة عملت بقى مصرحيات مع كل كليات تقريبا لانا ما كانش في بنات كتير يعني مقبلين على التمثيل جات فرقة اسكندرية محافظة اسكندرية عملولنا فرقة وكانوا بيدونا تمانية جنيه في الشهر دا مبلغ طبعا وساعتها وكانوا بيجيبوا مخرجين من القاهرة كبار عشان يعملوا يخرج الروايات أستاذ كمال عيد نور الدمرداش حسن عبد السلام فمصرحية من المصرحيات كي انا عملها لأستاذ حسن عبد السلام اسمها سيرة الفتاة حمدان كانت موسيقية بالغونة بالرأس وأنا عمل الدور الرئيسي كان دورة زي تقريبا وغنيتي وطبعا كنت أقل من كده بعشرين كيلو ورشيقة جدا وبعمل وبمسل بصوت كويس وكان حسن عبد السلام عزم الأستاذ كرم مطوعي يتفرج على اسكندرية فيها هو اللي نقلك للقاهرة هو هم في القاهرة وعزمه اسكندرية يتفرج على العرض فتفرج بعد ما خلص العرض قال لي انتي ايه اللي ما قاعدك هنا قلت له اروح فين قال لي تعالي القاهرة لا ستكرم مطوعي قلت له ازاي انا معرفش ايجي انا ابويا عيني مدرسة مواد تجارية ايه دا قال لي لا انا اقدر انقلك قلت له ايجي في البيت ما حدش اعترض سفرت معهم بعد ما خلصنا العرض ده بتاع سفت الفتح حمدان وجيت القاهرة راح لوزير التعليم وقال له انا محتاجها في مصحية العبد الرحمن الشرقوي على المصح القوي قال له يا يا عبد الرحمن وقع مصحية قال الوطني عكا قال له اكتب لي طلب فاللي كتب طلب الاستاذ كرم مطوع واللي هو الوزير قشر واتنقلت وزارة الثقافة على المصح القوي درائع وعملت وطني عكا عايزة اقف عند الحتة دي يا استاذ السميرة معينه في اسئلة كتيرة جدا حضرتك اثرتها طبما تتكلمي بس خليني اقف عند وطني عكا وسيدة المصرح العربي طبعا اللي كانت معايك طبعا معها ريك سميحة ايوب الفنانة الجميرة اللي وقفت معاك يعني لو تحكي لنا تفاصيل وقفتها جنبك وازاي سندتك وانت كنت واخد البطولة اعتقد على فرقة تعتبر يعني انت جاية جديدة المصرحية وهي كانت اخذت دور التاني بالزبط بالزبط لما قعدت على التربيزة القابلة الاستاذ كرم عمل جابني الوحدي اداني منولوك كبير اللي هو بيفتتح الرواية كله شعر وقال لي هشوف بكرة هسمعه منك واشوف درجة اتقالك للعربي بدت تقول الليل اذاكر وشكله صح وانا كنت شطرة في العربي لذاعة طبعا وكده لا كنت شطرة في العربي وكنت عاملة فعلا ازاعة سكندري عملنا اليازة والاوديسة كلها كله باللغة العربية فروحت لهم رحت له الصبح بالعقول المنولوج وقاعد الاستاذ عبد الرحمن الشرقوي معاها فانا قلت المنولوج صحة كويس لكن كرم قال له لا صوتها ضعيف فالاستاذ عبد الرحمن الشرقوي رحمه الله قال له هي واحدة لاجئة فلسطينية في مخيم هيبقى عندها قوة تطلع صوت ازاي صحيح هي اللي تلعب الدول ده كفان وطقها في العربي صحيح فرح الاستاذ كرم عشان برضو كمسرحي رح بعيتني للاستاذ كمال بكير تدريب صوت عشان كنت بابتدي العرض بمنولوج طويل قوي يلبس في الغنوة بتاعت عفاف رادي هي بتقول وطني وانا اخذ منها بالسوبرانو ده اقول وطني واقول المولوج فهو كان خايف طبعا صوتي مش متضرب قوي كده فوداني اتضرب صوت فعلا التزمت وبقيت اروح احضر تدريب صوت مع الاستاذ كمال بكير وعملت وطني عكا وكان اول كلمة الناس مش عارفاني في الصالح اقولوا مين دي مين دي بقيت عاية اقول لهم خلوا النص تعرفني جاء الاستاذ صالح جودت كان رئيس تحرير الكواكب فرح كاتب عنوان كبير كده فاطمة رجدي الجديدة اسمها سميرة عبدالعزيز انا اشترت مية مجلة وابرع الناس وطلقتي يمكن نحو النجومية سيدة سميرة وحسيت من انت تتكلمين هناك اشق للمسرح يعني تحبين المسرح بشدة لكن رغم ذلك لما شفت او نقرأ عنك ان انت ما تحبين تشتغلين بالقطع الخاص المسرحي على رغم من حبك للمسرح الا مع الفنام حمى الصبحي انا بشتغل مسرح دلوقتي نهاردة عندي تصوير جزء من المسرحي انا بحب المسرح اوي يعني طول عمري بفضلوا عن اي فن تاني اهار بعد طبعا عملت في المسرح كتير اوي عملت في المعرض روايات اللي ما عمله رواية خاصة يبعتولي لان عارفين ان انا هكون مجتهدة ووازب على البروفات وكلام ده من حبي للمسرح فعملت تبع المسرح القومي رواية عن عبد الرحمن الشرقاوي في المعرض الكتاب نعم عملنا عرض جي كبير والاوبرا عزوني في عرض احمس عرض فرعوني عملت الدور قريب السنة اللي فاتت بحب المسرح وبدور دايما على اني اشتغل مسرح لما توفى الرحي المحفوظة عبد الرحمن زوجي آه الله يرحم حسيت بيأس من الحياة وخلاص وكفاية وقعد بقى وكت يعني ايه حنطوي على نفسي ليا صديقة اعلامية باعتبرها بنتي جات قالتلي ماما سميرة انا عاوز اخراجك من القاعدة دي وعايز اعزمك على مسرحية هي عارفة حبي للم قلت لها طب لا اروح فين قالتلي محمد صبحي قلت لها والله انا بحبه وبحب شغله اجي معاك ورحت بهرني المسرح مسرح نفسه بناء قلت ده مسرح محمد صبحي عامل المسرح الجميل ده بعد العرض دخلت بقول له انا شايفة اخو ده فرنسا باريس قال لي احنا مش هقل من باريس صحيح والله مسكت رأسه بستها وقلت له احييك انت قد كده بتحب المسرح انك تبني مسرح جميل بالشكل ده والله انا طول عمري لما كان يتعرض علي قطاع خاص كنت اقول لا انا بتاعة القطاع العام ما اشتغلش الا لو مسرح محمد صبحي فالنان قدير طب انا عندي دور ليكي في المسرحية اللي جاية تشتغلي معايا قلت له اه اشتغل وكان مسرحية دي اللي احنا شغالين دلوقتي بقالنا ستة شهر مسرحية خبتنا خبتنا اه وارش كومبلي الوقت ده كله اخرنا ان شاء الله يوم تلاتين اربعة رح نحضر قبل الختم ان شاء الله لا فنان طبعا جميل وراء محمد صبحي صاحب رسالة كمان جدا محترم اه صحيح وصاحب مبدأ وصاحب رسالة الزبط ويعشق المسرح صحيح طيب الفهم ان يا استاذ السمير عملتي دور رجل دين مسيحي اول دور في حياتي اللي خدت عليه جايزة تقريبا اه ممثلة ده في المدرسة السنوية رجل دين رجل دين مسرحية الضحية للشاعر طهور اه لبسوني بالطقية الزغيرة دي وعملوا يدق اي بس ليه يعني والله لو عارفة ان هنجيب سنتك تجيبتلك الصورة لان ده اول مرة اقف على مسرح عايز امثل والاستاذ قال لي ما عنديش غير دور راجل كنا هنجيب طالب من المدرسة السنوية قلت له لا انا ممكن اعمله ما عنديش مشكلة لهذه الدرجة تحبين الفن يعني لهذه الدرجة اه فرصة والله الى هذه الدرجة انا بحب المسرح وبحب اخاطب الناس انا بتبيت ازاع مدرسية من الازاع المدرسية ده اللي حبيبني واللي فهمني بعد كده لما كبرت ان ده حب المسرح وحب مخاطبة الناس هو ده طيب بما ان رجعنا يعني شف بالزمن الى بداياتك اه 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 ايه دور الرئيس جمال عبد الناصر اه اه كيف يعني هو كان سبب في ان انت دخلتي عالم الفن والتمثيل بهذا شكل وغير رأي والدك ادين للرئيس جمال عبد الناصر باني بقيت فنانة محترفة ابويا كان رافض قال لي الفن ده هوية صح تمرسيه هوية لكن لما طلعت استلم الكاس من الرئيس جمال عبد الناصر على مصرحية انا عاملها في الجامعة ابويا قال لي بص يا بنتي مدام الفن مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر يبقى مثلي عايزة تشتغل ممثلة انا معنجيش مانع بس خلصي الجامعة الاول فعلا اكتهدت جدا وخلصت الجامعة ودخلت بقى الفرقة بتاعة اسكندرية المصرحية دي عملولنا فرقة واشتغلت ومنها المصرح القوم المصرح قومي القاهرة يعني كلام جميل ومش شبعنين ويمكن طبعا ام العظماء طبعا تكريم كان مليان في الشهر دي يا استاذة ساميرة حرك تستحقيه طبعا من ادوارك الجميلة اللي حرك قدتيها ام الشيخ شعراوي في مسلسل الشيخ شعراوي ام الامام ابو حنيف صحيح ام الامام المراضي الامام الترميزي الامام الشفعي خمس ائمة وبعدين امه مكسوم امه كلسوم امه عبدالوهاب في المسرح ايوا عملت امه في المسرح اوبريت كان في الاوبرا وعملت فيلم حليم صحيح دور اخته اللي هي ربيته عليها نعم اللي ربي عبدالحليم بمثابة الام يعني سعيدة بالادوار دي جدا ويكفي ان حريك مسلتي الامة من وانتي عندك 17 سنة يعني كان مؤشر منشكوري اتفضل لا ما بديت الفني يعني في مقتبل عمرك يمكنه عشت ايضا في بيت فني يعني مع زوجك الله يرحمه الكاتب يعني القدير ايضا احنا وصلنا الى ختام هذه الفقرة يعني تشرفتين مشكوركم جدا نمصطين سعيدة بلقاء معكم شكرا لك يا سيدة سمير عبدالعزيز طبعا الفنانة الجميلة والقديرة شكرا لك يا فن شكرا